ترجمة نانسي قنقر وقال سموه أن تشكيل القطاعات غير النفطية ما يزيد على 95% من النمو الاقتصادي خلال العام الماضي مؤشر قوي على مردود دور هذه القطاعات ومحوريته وأهمية تكامل الجهود لمواصلة الاعتناء بتعزيز أسس النشاط في هذه القطاعات الحيوية ودعم تنوعها وجوانب الإبداع والابتكار فيها كعوامل تقوي من بنيتها ومخرجاتها وأشار سموه إلى الأولوية التي تحوزها جملة المشاريع الكبرى بقيمة 32 مليار دولار ومنها مشاريع بقيمة 3 مليارات و800 مليون دولار تم طرح المناقصات وبدء العمل فيها ونوها سموه لما تشكله هذه المشاريع الكبرى من دعمة حيوية تحفز النشاط الاقتصادي في المملكة ويمتد مردود زخمها على عدد من القطاعات جاء ذلك لدى ترأس سموه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في قصر الرفاع وفتاة الإطار وجه سموه إلى مواصلة توفير الاستشارات والدعم بالشكل المطلوب الذي يفيد المستثمر المحلي على حد سوى مع المستثمر الإقليمي والأجنبي ليستفيد من الفرص التي توفرها البحرين ولتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وقال سموه إن مملكة البحرين طالما ذللت معوقات الاستثمار أمام القطاع الخاص وشجعت الاستثمار وخاصة في القطاعات ذات المساهمة الأعلى في الاقتصاد كالقطاع الصناعي واللوجستي ووضعت القوانين والتنظيمات لمساندة القطاع الخاص المحلي وفتحت المجال أمام المستثمر الإقليمي والأجنبي لدخول البحرين وإقامة استثماراتهم فيها وقد أنشأ مجلس التنمية الاقتصادية لجانا استشارية لكل من القطاعات المستهدفة تقوم بعقد لقاءات دورية لبحث مستجدات وسبل التعامل معها وتشمل القطاعات كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة وخلال الاجتماع قدم السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضا لإنجازات المجلس خلال العام الجاري ومستجندات الخطة التشغيلية والتي شملت المشاركة في زيارات استراتيجية كالمشاركة في اجتماعات منتدى الاقتصادي العالمي وتنظيم زيارات رفيعة المستوى إلى سياتل ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية والتناول الرميحي في عرضه أهمية أطلاق الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين والتي قام مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون بشكل وثيق مع وزنة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تطوير الهوية السياحية للمملكة وقطاع السياحة هو أحد القطاعات المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين وتعزز من تنوع الاقتصاد البحرين كما لخص الرميحي أداء اقتصاد المملكة بحسب ما تناوله المجلس في تقريره الفصلي والذي أشار إلى أن القطاع غير النفطي كان المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي مشكلا ما نسبته 2.8% من مجملي نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي والتي سجلت 2.9% في العام 2015 من جانبه صلط سيد سايمون غالبين العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية الضوء على أداء فرق العمل في القطاعات المستهدفة والتي نجحت جهودهم في استغطاب 17 شركة خلال العام الجاري يبلغ مجموع استثماراتها أكثر من 90 مليون دولار من شانها أن تخلق أكثر من 800 وظيفة واستعرض كبير الاقتصاديين بالمجلس السيد يارمو كاتولين مستجدات المشاريع الكبرى التي تقام في مملكة البحرين ومنها مشاريع البنية التحتية التي تقام في محيط المملكة والتي يتم إنجازها بحسب مواعيدها منوها إلى أن هذه المشاريع والبالغة قيمتها 32 مليار دولار تعادل في حجمها 100% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة وهو ما يمثل محركا هاما للنمو في ظل تباطئ أسعار النفط ترجمة نانسي قنقر